موسيقى 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 ووجه الوزير بتكثيف التعاون والعمل بين كافة قطاعات الوزارة خلال الفترة القادمة لتنفيذ تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية في القطاع الصحي بما يضمن تحقيق استراتيجية الدولة لتعزيز النظام الصحي وتحقيق الرفاهية والأمن الصحي للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهل المريض المصري لافتا إلى توجيه الوزير بتكثيف الزيارات الميدانية الدورية على المنشآت الصحية من خلال وكلاء الوزارة بالمحافظات لمتابعة العمل على أرض الواقع تلقى علاء فاروق وزير زراعة والتصلاح الأراضي التقرير النصف سنوي للصادرات الزراعية المصرية من دكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري أكد التقرير أن إجمال الصادرات الزراعية في النصف الأول من عام 2024 قد وصل إلى 4.9 مليون طن بزيادة قدرها 300 ألف طن عن العام السابق هذا وتقدر القيمة الدولارية للسلعة الزراعية التزج المصدرة بنحو 2.9 مليار دولار بزيادة قدرها 600 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023 وقال وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتعزيز الصادرات الزراعية ودعم منظومة الحجر الزراعي مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تمثل ركيزة أساسية لحركة الاقتصاد المصري حيث أصبحت أهم مصادر دعم الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية تابعت دكتورة مايا مرسي وزيرة تضامن الاجتماعي تدعيات الحريق الذي نشب مساء أمس في عدد من محال شارع البورصة بحي أول طنطة بمحافظة الغربية وأتت النيران على محتويات المحلات حيث نجحت قوات الحماية المدنية بطنطة في إخماد الحريق وجاري حصر الخسائر في الممتلكات ووجهت وزيرة تضامن الاجتماعي مديرة تضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية بسرعة التوجه والتواجد في موقع الحادث وكذلك لجنة الإغاثة بالمدرية والهلال الأحمر المصري لتقديم تدخلات اللازمة والوقوف على تدعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وصرف المساعدات تتوجه بعثة منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم اليوم إلى فرنسا استعداداً لأولمبياد باريس 2024 ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مبارتين وديتين أمام منتخبي أوكرانيا والعراق يومين الرابع عشر والسبع عشر من يوليو الجاري ثم يسافر إلى مدينة نانت الفرنسية استعداداً لأول لقاء رسمي مع الدومينيكان ثم أوزباكستان وتختتم لقاءات المجموعة بمواجهة إسبانيا